السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم أنس من قناة المدينة المستديرة تعرفنا بالدرس السابق على تاغ الماب وقلنا شون الفائدة مالتي في حالة رجل نضيف لينكس على التاغات مالتي أقصود على الفوتو مالتي نقدر نضيفها طبعا بالأشكال الثلاثة اللي موجودة عندنا سواء كانت الريكتانجل أو السيركوب أو البوليغون اليوم دعونا نتعرف على تاغ جديد هما نستخدمه وهي الصور يفيدنا هذا التاغ في حالة أنه عندي أكثر من صورة أو بالأحراف مثل ما نقول الصور مثل ما نعرف عندها resolution معين في حالة أنه كبرت الصورة أكبر من resolution ما تيحدث فهذا يفيدنا في حالة أنه عندي شون نقول أكثر من صورة وأكثر من resolution وأحتاج أن أطلع الصورة المعينة بالوقت المحدد او بالرزوليوش المحدد اعتمادا على الشاشة مار المستهدم فالتاج مارتنا هذا هو اسمه Picture عن ميكتبهي شيء كرته انه داخله نضيف الصور مارتنا كيف ستصير عملية الاضافة طبعا انا نزلت صورة نزلت هنا نزلت هنا هذه الصورة اسمهتها Photo 1 وعندي واحدة ثانية اسمها Photo 2 و Photo 3 وهاي دعنا نقول هي Original وهذا انه في حالة انه لقى رزوليوشن اعلى او كبرت فيبدلها فقط نشوف انه شون نستخدمها طبعا الى ثلاث الصور الامتداد مارتنا هي PNG نرجع الى كود مارتنا دعنا نضيف لما ننضيف الصورة نستخدم نضيف الصورة يعني كيف سنقول مثل الفيديو والاوديو بس دعنا ناخد ملاحظة صغيرة بالنسبة لل اوديو والفيديو اذا نذكر قلنا اكو طريقتين لاضافة الفيديو او الاوديو من الصوتي او الملف الفيديوي هي باستخدام SRC قلنا و قلنا نستخدم السورس واحدة من الامور اللي تفرق بين هاي و هاي في حالة البراوزر مالتك تريده هو يتشيك لك ويشوف ياه هو افضل ملف يقدر يعرضه فاستخدم السورس وفي حالة عندك ملف واحد فقط فاكيد تقدر تمرره من خلال SRC بس في حالة انه عندك اكثر من شو نقول امتداد او رزيوشن شون هسا هنشوفه بالبكتر فاتمرره من خلال السورس فننزل هنا بالسورس مالتنا اش نكتب شوية هذا يختلف فكرته انه رح اضيف الامج مالتي عن طريق تاغ اسمه src set بداخله اكتب الامتداد مال الصوره ماتي فاذا اذكر عندي photo on.png اضيفه بهذا الشكل بالاضافه لهاي حتى احدد انه هاي الصوره اش وقت تنعرض احتاج اضيف لها اضيف لها اتريبيوت ثاني اسمه ميديا اذا الميديا اش اقصد بي اقصد بي اش وقت او لها احدد من خلاله شوكت تظهر صوره مالتي فش اكتب بداخله اكتب اه طبعا اتحق واس اكتب مالت ال value اكتب له minimum myn width اقصد بي دعنا نضيف قيمة من 100 مثلا مثلا فكرته انه الموقع مالتي او صفحة مالتي في حالة صار وث مالتها اقل من 800 فهاي الصورة بعد لا تعرضها اذا كان 800 فما فوق هذه الصورة تعرض ليها وهي اسما photo.png طبعا هذا اقدر اساوي الى duplicate ابدل مثلا في حالة 500 اقل امتداد صورة 2 اللي هي اصغر من عندها في اضافة لهاي طبعا اقدر اكرر انش قد ما اقدر او شقد ما اريد او شقد ما احتاج اعتمادا على resolution اللي اقدر امرره في اضافة لهاي اقدر او اراد انه انضيف مالتنا الصورة يعني اشلون هيعرض الصورة اذا هي اصلا صورة ماكو فشون نقول هي هاي original photo فنضيفها عن طريق tag الimage العادي src اللي هو الامتداد العادي والحمر اللي الفوتو رقمها 3.png شف الطبيعي مالتها كأنما ده اضيف صورة لا اكثر ولا اقل طبعا حجينا سابقا على سالفة alt فهسا نقدر هامين نضيف قلنا انه alternative البديل مالتها فخلنا نقول هي مكتوبة photo حتى في حالة انه صورة كانت موجودة او مقدار يخزلها الموقع في طلع لي كلمة photo هسا هروح سوى refresh هلاحظ انه طلعت وياي هاي الصورة بهذا ال resolution هسا في حالة انه اريد ازغر الشاشة مالتي حتى اشوف الوريجنال او هي photo 3 بان الشاشة مالتي اكبر من حجمها او بعدها ما صار 500 يعني فاقدر ادوس واختار او ادوس 12 بالكيبورد فهذه هي الصورة الوريجنال مالتي اللي هي photo 3 هسا حاليا هاي طلعوا photo 3 في حالة انه كبر براوزر مالتي صار اكبر فلاح تطلع لي الفوتو الثانية وفي حالة انه كبرنا ولقي مساحة اكبر لح نشوف انه resolution ما لتهاي عليه او بالاحرى تتبدل الصير للفوتو رقم واحد شوان اقدر اطلع هنا طبعا همين اقدر رجع ادوس يطلع لي نلاحظ هنا وهذا الطرف لح تبدل او تطلع القياسات مال الصورة مالتي فاسا حاليا 600 pixel فاذا امشي بعد بيه شوية اي صارت 800 لما نعبر 800 تطلع لي هاي الصورة لما نقل من 800 ترجع على لما نقل من 800 طبعا هاي انا اضبطها بالشكل اللي اريده يعني اعتمادا على صورة مالتي او شون اريد السايت مالتي يطلع بس هوا اعني اعني اضبطت على 800 حتى اشوفكم اياها اي في حالة 800 وفي حالة انه ننزل لحد الخمسمية لحد الخمسمية الصورة ثانية تطلع لي اذا انزل اقل من 500 تطلع لي الاصغار معدها وهكذا فهي تعتمد على الميديا اللي ضفناها طبعا انا فتحت هاي مثل ما قلت لكم حتى تظهر اكثر حتى تتبين فالفكرة ما بيها من من البيكتر انه امرر لها سورس وبهذا السورس احط الصور مالتي اعتمادا على الريزوليوشن واضبط اياها الميديا حتى في حالة انه صغر او كبر الصفحة مالتي حتى تتناسق مع جميع انواع الشاشات وجميع الريزوليوشن فاضبطها بهذا الشكل ولا ننسى انه دائما الريد نحط تاق الامج او الصورة الوريجينال يعني اذا في حالة انه مثلا خلنا نقول هو موجود سوف احفظ سوف احفظ سوف احفظ ان الصورة بعد ما تطلع اياها سواء كبرت او ظغرت ماكو صورة ما يقدر يقرأ فدائما الريد نحط تاق الامج وهو يكون دائما هميا بالاخير لانسى في حالة اذا حطيتها بالمقدمة فاذا سوف يقرأ سوف يقرأ اول شي هو تاق مال الامج لانسى اذا اتساو رفرش سوف لاحظ انه طلعت ليها بالصورة الصغيرة سواء كبرت او ظغرت ماكو اي تأثير لان هو هذا دا يقدر يقرأها بس اذنى قاما مين قران لان هو دا يقدر يقرأ هذه الصورة فليش انا اروح وانزل على هذه الباقيات في ذلك دائما تاق الامج يعني دعونا نذكر هذه السالفة انه دائما يصير بالاخير والباقيات يصيران قبله وكل واحد نمره من خلال الميديا طبعا هاي موضوع ثاني انشاء ناخذها الميديا وشون نتحكم بيها والقيم اللي يقدر ياخذها حتى يأثر على صفحة مالتنا لان يفيدنا كلش بحالة نريد نسوي موقع او صفحة وهي الصفحة انه مثلا خلنا نقول بيها اكثر من او نريد نشغلها على التليفون تابلت مثلا وحاسبة وتلفزيون فشون انه نسويها فهو عن طريق الميديا ونمرر السورس مالتنا لننسى عن طريق الاتريبيوت اللي اسمه src set وليس ال src فتفيدنا في حالة انه عدي صورة وهذه الصورة ما ريدها تفقد الريزوليوشن مالته فعندي اكثر من حجم الها واريد اعرضها بالشاشة مال المستخدم حسب الريزوليوشن اللي يحتاجه وتكون ما بها غواش فاستخدم tag الفيكتر